أشغال هذه الورشة توزعت على فقارات للتعريف النظر بمخاطر الاستعمال المفرط لوسائل التواصل والانترنت ورشة شكلت إضافة نوعية في معارف هؤلاء الأطفال لا سيما على مستوى الحماية من الابتزاز الإلكتروني والاستخدام الأفضل لوسائل التواصل الجسماعي في مجال التثقيف والتعليم أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على جعله منا فردا في هذا الورشة التعليمية التي علمتنا كيفية استخدام الانترنت بشكل أفضل كانتنا هذه الورشة من أن نتعامل مع الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها كالتنمر الإلكتروني والابتزاز حيث استلمنا أجهزة إلكترونية وطبقنا عليها أشهادات المعلمة واستفاد أطفال القدس أيضا من تمارين تفاعلية عبر تطبيقات تضعها وكالة التنمية الرقمية على موقع خاص وتهدف هذه التمارين إلى مواجهة فعالة لمخاطر شبكة الانترنت نحن سعيدون جدا بهذه الاستضافة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف بالأضافة إلى شكر إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه اليوم في الصباح الباكر تم إعطاءنا ورشة عن التكنولوجيا لمعرفة ما هي المخاطر وما هي السلبية وما هي الإجابات لأننا نحن الأطفال دائما الهاتف بحوزاتنا ورشات هامة لفايدة أطفال القدس المشاركين في الدورة الخامسة عشرة للمخيمة الصيفية تمحورت حول مسألة الرفع من الإدراك المعرفي للأطفال بالتكنولوجيا الحديثة الورشات اللي بقمنا فيها هي ورشات كتير مهمة للأطفال اليوم كان عندهم ورشة للحماية الاتصال والتواصل عبر الإنترنت ويعرفوا شو السلبيات تاعتها والإيجابيات اللي يطلعوا بمخرجات كمان من هاي الورشة مهمة وبتفيدهم لحياتهم لقدام طبعا هذا الموضوع كتير مهم للأطفال لأنه إحنا جيلي اليوم وما عنده الوعي الكافي للتواصل الرقمي ولا كل الأمور للتكنولوجيا الحديثة بموازاة هذه الدورة التي يستفيد منها خمسون طفلا وطفلا من القدس أطلقت وكالة بيت ميل قدس الشريف برنامج المدارس الصيفية برنامج غني يشمل زيارة أطفال القدس لأبرز المعالم السياحية والمآثر التاريخية لمدن شمال المغرب ترجمة نانسي قنقر